السلام عليكم ورحمة الله وأهلا وسهلا بكم في الأجندة في ذروة الحديث عن النهضة الصناعية الهندية الحديثة في وادي السيليكون وصناعة تكنولوجيا المعلومات والتجربة الديمقراطية التي تحدت الموانع ظهر حزب في الهند اسمه حزب بهارتيا جاناتا الهندوسي المتطرف بقيادة رئيس الوزراء ناريندرا مودي مودي هذا هو النسخة الهندية من ترامب الأمريكي وحزبه هو الحزب الذي يؤمن بالهندوتفا هندوتفا هذه أيديولوجيا تسعى إلى ترسيخ سيادة الهندوس وطريقة الحياة الهندوسية في الهند أحد مؤسسي هذا الحزب كان قاتلا للزعيم الهندي المتسامح غاندي الحزب يحمل أجندة معادية للأكليات غير الهندوسية في الهند وفي مقدمتها الأكلية المسلمة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 200 مليون نسمة تلقى مودي في السنوات والشهور الأخيرة دعماً قوياً من أنظمة سياسية مناثة للإسلام والمسلمين منها نظام محمد بن زايد ونظام محمد بن سلمان طبعاً بالإضافة إلى النظام الإسرائيلي والإدارة الأمريكية هذا الدعم شجعه على إصدار قوانين تستهدف الإضرار بالأكلية المسلمة في الهند 200 مليون يعني هي بالنسبة لنا كبيرة لكن بالنسبة للهند أكلية كما شجعه هذا الدعم على التنكر للاتفاقيات الدولية بين الهند وباكستان بخصوص الوضع الخاص لمنطقة كشمير ويبدو أن الهند تحت سلطة هذا الحزب المتطرف ستذهب إلى أبعاد متقدمة في الصراع مع المسلمين في الداخل وفي الخارج ولهذا رأينا أن نسلط الضوء على الهند بشكل عام الهند التاريخية والإسلام الهندي ونجعلهما موضوع حديث لهذا المساء فكونوا معاً الهند هي ثانية أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان بعد الصين وهي سابع أكبر دولة من حيث المساحة الجغرافية وهي أول دولة في العالم من حيث التنوع الديني واللغوي والعرقي والثقافي يشكل الهندوس فيها أكثر من 74% يعني الغالبية غالبية السكان الهندوس ويشكل المسلمون أكثر من 14% بينهم طبعاً أكلية إسماعيلية باطنية في طبيعة الحال وشيعية حوالي 14% من المسلمين شيعة في الهند بقية النسب متوزعة على الديانات الأخرى مثل البوذية والسيخية والجينية واللدينية إذا وجدت اللدينية وفي الهند حوالي 240 لغة شعبية كما قال غستاف لوبو في القرن الماضي منها 22 لغة معترف بها دستورية أما عدد اللهجات في الهند فيتجاوز 300 لهجة حسب أيضاً غستاف لوبو حتى أنه قيل يصعب على بعض الهند أن يفهموا البعض الآخر أحياناً إذا كانت المنطقة متباعدة إذا كانوا أبناء مناطق متباعدة والهند اليوم هي واحدة من الاقتصاديات الكبيرة في العالم يعتمد اقتصادها على الزراعة والتجارة وفي الفترة الحديثة بيعتمد على تكنولوجيا المعلومات في وادي السيليكون كما يسمى أما عدد الديانات الرئيسية في الهند فهي 6 ديانات كبرى هذه الـ 6 ديانات فيها عدد كبير من المعبودات ولذلك الناس يظنون أنه في عدد كبير من الأديان وفي الحقيقة هناك عدد كبير من المعبودات تتفرع عن الديانات السد أشهر الديانات في الهند هي الهندوسية الديانة التي شكلت الثقافة الهندية والواقع الهندي أكثر من غيرها لهذه الديانة لديها عدد من الكتب المقدسة يعود أقدم هذه الكتب إلى 4500 قبل الميلاد يعني أكثر من 6500 سنة من الآن أقدم كتاب في الهندوسية ويقال أن هذه الديانة الهندوسية تشكلت على يد الغزة الآريين الذين غزوا الهند في وقت غير محدد في زمن غير محدد يعني ربما تقديريا ممكن نقول 5000 قبل الميلاد الجماعة الآريين اللي جاءوا من اتجاه إيران مثلا وباكستان وغزوا الهند أو من أوروبا المهم في غزو آري دخل على الهند في هذا الزمن حوالي 5000 قبل الميلاد وهو الذي أسس للهندوسية الهندوسية تبدو ديانة غامضة لكثرة معبوداتها وعدم وضوح فلسفتها بالنسبة لغير الهندود لكن المؤرخة الفرنسي غوستاف لوبون لخص المعتقدات الهندوسية التي وردت في هذه الكتب لخصها في 6 نقاط هي النقطة الأولى عبادة قوى الطبيعة هذه أول نقطة في هذه الديانة عبادة قوى الطبيعة النار الريح العواصف وما شبه ذلك النقطة الثانية تجسيد القوى الطبيعية بأسماء آلهة يسوي لك لكل قوة من قوى الطبيعة مثلا تمثال ويسوي له اسم اسم إله هناك نقطة ثالثة هي الاعتقاد بخلود الروح الروح عندهم خالدة لا تموت حتى لو متت تعود برثا إذا مات صاحبها تغادر جسد صاحبها وتنتقل لجسد آخر النقطة الرابعة هي عبادة الأجداد عبادة التوطمية القديمة النقطة الخامسة الميل أو السادسة الميل لإخضاع لإخضاع الطبيعة والناس لسلطة إله واحد أقوى من بين كل الآلهة اسمه أندرا هذه النقطة الخامسة إخضاع كل القوى الطبيعية لإله كبير واحد اسمه أندرا أخيرا النقطة السادسة الدين في هذه الديانات الهندوسية أو الديانة الهندوسية ينحصر فقط في تقديم الكرابين للآلهة هذا هو التدين يعني ما فيش تقوص كثيرة لكن أسوأ ما في هذه الديانة على الإطلاق هو ذلك الفرز الطبقي والفئوي لأتباعها هذا أسوأ ما في الهندوسية على الإطلاق وفي كل الديانات هو أسوأ ما في الديانات جميعا بدون استثمان الفرز الطبقي الفئوي يعني في تفاصيل مذهلة الديانة الهندوسية قسمت الهندوس على أربعة أكسام كل قسم منها ينتمي إلى عضو من أعضاء الإله حسب الأسطورة الهندوسية الأسطورة الهندوسية قالت أن الإله خلق الهندوس كل جماعة خلقها من عضو وكل عضو له مكام خاص يختلف عن مكام العضو الآخر مثلاً هناك طبقة خلقت من رأس الإله أو من فم الإله هي طبقة البرهما البرهما ذو لهم الكهنة الذين يتحدثون نيابة عن الإله اللي بيشرحوا الشريعة أولياء الله الشيعة يعني السلاليون في السلاليون في الهندوسية يعني هذه الطبقة هي أرفع طبقة في المجتمع الهندوسي طبعاً لها من الحقوق والمقامات ما ليس لغيرها يعني من حق البرهما أن يملك الأرض كل شيء ملكاً ولا يعاكب مهما فعل من الجرائم وله تقدير واحترام غير طبيعي في المجتمع الهندي خاصة المجتمع الهندي قبل الحديث هذه الطبقة الأولى ثاني هذه الطبقات في المقام والقيمة هي طبقة المحاربين الذين خلقوا كما تقول الأسطورة من ذراع الإله أو من كتف الإله كما تقول الأسطورة الهندوسية الآرية الكديمة هذولا المحاربين لهم مقام بعد البرهما ثالث هذه الطبقات أو الفئات في القيمة وفي المقام هي طبقة الزراع والتجار جمال لأنهم هذولا خلقوا من فخذ الإله كما تقول الأسطورة يعني ناس حق ماشي وسعي مش حق قوة ولا حق كلام مثل البرهما وبعدين تأتي في الأخير طبقة الخدم والمنبوذين نسموها الشدرة أو اسم آخر حديث المنبوذون هؤلاء قالت الأسطورة الهندوسية القديمة الأسطورة الدينية أنهم خلقوا من كدم الإله من رجل الإله ومن ثنفهم أحقر طبقة في الهند وفي العالم كل طبقة المنبوذين في الهند هذه عانت وتعاني أسوأ أنواع الاحتقار التي تخطر على بال بشر ولا تخطر على بال بشر يعني اللي يقرأ في التفاصيل شيء مذهل مذهل فعلا هذا الفرز الطبقي في الهند كان له آثار اقتصادية وسياسية واجتماعية سيئة للغاية الهند ما زالوا يدفعون آثار هذا الفرز الطبقي إلى الآن لكن بمكابرة مش قادرين يغيروا في مكابرة لكنهم فعلا دفعوا أثمان باهظة علماء الاجتماع يعلمون ما هي الأثمان التي دفعها الهند بسبب هذا الفرز الطبقي لكن المكابرة مثل كل المجتمعات المتخلفة تمنعهم من تجاوزها بشكل نهائي وإن كانت الحكومة العلمانية قد استطاعت إلى حد ما تقريب الفجوات الموجودة بين هذه الطبقات لا يعرف بالتحديد متى دخل الإسلام إلى الهند التاريخ الهندي نفسه تاريخ مهمل إلى حد كبير وخصوصا لدى العرب والمسلمين العرب والمسلمون لا يعرفون تاريخ الهند بشكل جيد يعني يكفي أن تعرف أن الهند ظلت دولة إسلامية لبدأ 850 سنة 850 سنة وهي دولة يحكمها المسلمون وفيها نسبة من المسلمين كبيرة جدا تكاد تكون يعني تقارب الهندوسية ومع ذلك لم يكن لدى العرب كتاب واحد عن تاريخ الهند أو عن تاريخ الإسلام في الهند إلى غاية العام 1981 يعني بعد منتصف الكرن العشرين أول كتاب صدر في تاريخ الإسلام في الهند للمؤرخ والفقية الأزهري عبد المنعم النمر كتاب بعنوان تاريخ الإسلام في الهند هذا أول كتاب لكن بعض المؤرخين الإسلامين أو المسلمين يقولون إن الشواهد التاريخية قد دلت على أن أول طلائع المسلمين في الهند دخلت في الكرن الأول الهجري في أول في أواخر القرن الأول الهجري يعني في كرن الصحابة عبر من عبر التجار العرب في الدول المطلعة على سحل بحر العرب البحرينيين العراقيين الحضارم العمانيين هذولا كانوا أول من دخل للهند في القرن الأول والقرن الثاني قبل أن تتأسس دولة إسلامية هندية على يد المغول في القرن الرابع الهجري لكن المؤسف أن الدولة التي انتسبت إلى الإسلام في الهند لم تقدم الإسلام كمشروع خلاص للمجتمع الهندي وإنما اكتفت باعتباره دينا تقنصيا لمجموعة من السكان في البداية كانوا حريصين على إدخال الناس للإسلام علشان تتوسع الدولة لكن لما استكرت الدولة تركوا التبشير بالإسلام لم يحولوا إلى فكرة تبشيرية في المجتمع الهندي والمؤسف أكثر أن المجتمع المسلم في الهند خلال القرونة الثمانية التي ساد فيها الهند قد طبع مع الأوضاع الهندية والاجتماعية الهندية طبع مع الثقافة الهندية ومع الأوضاع الاجتماعية الهندية وصادق عليها ختم عليه وقلام معتمدة اعتمدها دون أن يحاول تغييرها لماذا أقول أنه أمر مؤسف لأن المسلمين في الهند كتخسروا الهند المسلمين عموماً خسروا الهند كلها الآن بسبب هذا الخطأ أو هذه الخطيئة التي اكترفوها كيف حدث كيف حدث ذلك قبل شوية قلنا أن الهندوسية قد قسمت المجتمع الهندي إلى أربع طبقات أدناها طبقة المنبوذين هذه الطبقة عانت مرارات الاحتقار والذل من الهندوس طويلاً معاناة شديدة يعني مش طبيعية خالص فيش وقت نتكلم فيها كان يحسب المنبوذ هذا النجس كان وظيفتها الوحيدة أن يذهب لتنظيف كاذورات البقية الطبقات الهندية وكانوا الناس يتبرزون في الفضاء المفتوح فيأتي المنبوذ بسلته ليحمل كاذورات هذا أبناء الطبقات الثلاث يحملها تحت إبطه ويمضي يرميها في أماكن بعيدة يمشي يقطع مصابة طويلة علشان يلقي بالكاذورات وإذا واجه براهمي في الطريق لا يحقل أن ينظر في عينيه عليه أن يدير ظهره لأنه نجس لا يجوز له أن تقع في عين البراهمي المطهر المقدس ولا يجوز له أن يلمس الماء لأنه نجس ممكن ينجس الماء وفي تفاصيل مذهلة في الموضوع هذه الطبقة وهي بالملايين في الهند كانت على استعداد للالتحاك بالإسلام لو أن المسلمين عاملوها بطريقة مختلفة كما كان يأمر الإسلام لكن للأسف المسلمين عاملوا هذه الطبقة عاملوا المنبوذين في الهند كما يعاملهم الهندوس خلهم منبوذين كما هم مع أن هؤلاء المنبوذين هم أصحاب الأرض الحقيقيين هم الهند الحقيقيين قبل أن يأتي الآريون إلى الهند بقيادة الرسي حقهم الرسي حقهم يعني الآريون هم جماعة السلاليين الذين احتلوا الهند وحكموها وحولوا سكانها الأصليين إلى طبقا من المنبوذين المحتكري طبعا كما قلت هم بالملايين يشكلون كرابة 16% من الهندوس إذا كانوا الهندوس اليوم 700 مليون شوفوا كما 16% منهم هؤلاء المنبوذين لهم مظلمة يندى لها الجبين لو أن المسلمين كاسبوا هذه الفئة الكبيرة إلى الإسلام في القرون الثمانية التي حكموا فيها لأصبح المسلمون أغلبية سكانية في الهند أصبحوا أكثر من الهندوس ولا محتاجوا إلى فكرة الاستقلال بباكستان وبنجلاديش ولما كان هذا الصراع المرير والمكلف ماديا وسياسيا وأخلاكيا بين الهند وباكستان لو أن المسلمين كدموا الإسلام زمان كمشروع خلاص للمجتمع الهندي عن طريق الإعلاء من قيمة المساواة واحترام حقوق الإنسان والدفاع عنها لو أن فعلوا ذلك لكسبوا ملايين المنبوذين الهندوس ولكنت الهند اليوم دولة إسلامية كبرى يستضل تحت حماية العرب البعاصرون اللي بيدوروا من يحميهم لكن بدلا من أن يؤثر الإسلام في الهند حصل العكس تأثر المسلمون بالهندوسية المسلمون أنفسهم قسموا المسلمين على ثلاث طبقات طبقة الأشراف وطبقة الأجلاف وطبقة الأراضل يعني أدخلوا الثقافة الهندوسية في الإسلام وهاهم اليوم يدفعون ثمن هذه الخطايا الدينية والأخطاء السياسية من دمائهم ومن تقدمهم وهذا يذكر بالمثل الأجنبي الفرنسي الإنسان يخطئ والزمن ينتكم في العام 1967 حصلت الهند على استقلالها من الاحتلال البريطاني لكن هذا الاستقلال كان استقلال بطعم الدم الزعيم الهندي غاندي اعتبر هذا الاستقلال عام الاستقلال هو عام الحزن لماذا؟ لأن الاستقلال جاء ومعه التكسيم تكسيم الهند تكسيم الهند بين المسلمين من ناحية وبين الهندوس وبكية الطواف من ناحية أخرى لو أن الهند بقيت موحدة لكان عدد المسلمين فيها اليوم ترابط 500 مليون نسمة لو بكيت موحدة يعني نجمع مسلمي باكستان على مسلمية الهند على مسلمي بنجلاديش المفروض أنه الآن 700 500 مليون نسمة بالإضافة طبعا إلى مئات الآلاف الذين قتلوا في سنوات التكسيم والنزاع الطائف أما لو أضفنا لو أن المسلمين كسبوا طائفة المنبوذين إلى الإسلام لكان عدد المسلمين اليوم كرابط 700 مليون نسمة يعني هم والهندوس سواء أو أكثر من الهندوس على الرغم من أن فكرة الانفصال فكرة الانفصال باكستان تبدو جذابا للمسلمين لكن هذا الانفصال تسبب في إضعاف المسلمين الهندوط حتى الآن وما زالوا يدفعوا ثمنه لأن الهندوس بيعاملون باعتبارهم عملاء لباكستان خاصة أنهم كانوا بيطالبوا باعتماد اللغة الأردية لفترة طويلة يعني وهي لغة الباكستانيين المسلمون الهنود يعانون من يعانون من تحرش وعدوانية وتنمر الجماعات الهندوسية منذ الاحتلال البريطاني للهند من أيامها من بعد زوال الحكم الإسلامي وبعد الاستقلال وانفصال باكستان وانفصال بانجلادش عانى المسلمون من تهميش الحكومة الهندية نفسها لهم على الرغم من أن الدستور العلماني الهندي يضمن المساواة بين الهنود ويتبنى الديمقراطية السياسية في الهند ومع ذلك مع أنه في مشاكل في الهند إلا أنه اعتبرت الديمقراطية في الهند أعظم نموذج للديمقراطية في العالم ليس لأنها مثالية بالطبع وإنما لأنها قامت واستمرت إلى اليوم على الرغم من حجب التحديات الكبيرة التي كانت أمامها من هنا تبدو عظيمة يعني عوامل فشلت الديمقراطية في الهند كثيرة وكبيرة ومع ذلك قامت الديمقراطية واستمرت حتى الآن وهذه هي المعجزة الحقيقية للهنود وليس الاقتصاد الهندي لكن هذه التجربة العظيمة أصبحت الآن على المحك بعد صعود حزب المتطرفين الهندوس إلى السلطة أصبحت على المحك في مخاطر هناك مخاوف من أن يسعى حزب المتطرف مودي هذا إلى تغيير بعض مواد الدستور بغرض إضعاف المسلمين في الهند وتحجيمهم وإذا حدث هذا وذهب المتطرفون إلى المزيد من العبث بالدستور وبالديمقراطية فستكون الهند على موعد مع السقوط لأن الديمقراطية في الهند هي رافعة الاقتصاد من ناحية وهي حزام الوحدة الهندية من ناحية ثانية وهذا هو الدرس الديمقراطية الديمقراطية في الهند ليست ثمرة التطور اجتماعي طبيعي كما حصل في أوروبا وإنما هي ثمرة الضرورة الاجتماعية وإذا خرمها المتطرفون ستغرق الهند نفسه واللافت للانتباع أن باكستان والهند كالتبنتاء الديمقراطية منهجا للحق مع أنهما بلدان متخلفان وليس لديهما تجربة أو تراث في الديمقراطية وهذا يدل على أن النخبة في البلدين أدركت أن الاستبداد مغامرة لا يحتملها بلدان محاطين بالتهديدات الكبيرة من الداخل والخارج الاستبداد يقوض الدول من الداخل يجعلها ضعيفة باكستان لا لديه استعداد ولا لديهند أن تضعف نفسها من الداخل وتنهار ولذلك اخترتها الديمقراطية عشان تمسكها وهذا هو الدرس الذي ينبغي أن يتعلمه العرب إن كانوا يعرفوا يتعلموا في هذه القضية الهند هي نموذج البلد التي ظلمتها ثقافتها وأديانها وهذا هو وجه العبرة الذي نحتاج إليه نحن العرب دولة كبيرة مثل الهند فيها موارد بشرية كبيرة تكترب من مليار وثلاثمائة مليون نسمة مساحة جغرافية واسعة سابع دولة في العالم موارد طبيعية في البهارات في التوابل وفي غيرها والعام في وادي السيليكون متنوعة موارد متنوعة وثارية دولة مثل هذه لم يكن ينقصها شيء لكي تكون امبراطورية كبيرة في التاريخ كله أو واحدا من أكوى الدول الحديثة في معايير القوى الشاملة لكنها لم تكن كذلك الهند لم تكن دولة امبراطورية قوية باستثناء فترة الامبراطورية المغولية اللي حكمها المسلمون من الخارج يعني جاوه بل ان الهند ظلت مغلوبة على امرها يحكمها الطارئين عليها معظم الوقت حتى انها او معظم الوقت حتى انها على الرغم من عراكتها التاريخية الا انها بلاد بلا تاريخ واضح اني مقارنة بالحضارة المصرية ماذا لنا والحضارة العراقية ما عندها ايش تاريخ واضح تاريخها يعاني من شحة المعلومات وكثرة الفجوات فيما هو موجود هناك شحة في تاريخ الولايات الهندية شحة في تاريخ المؤسسات والشخصيات المؤثرة ورجال الاعمال المعاصرين كما قال المؤرخ الهندي القدير راماتشاندرا جوه هذا مؤرخ جيد اشتكى من شحة الموارد التاريخ طبعا هذا امر غريب غريب فعلا بالنسبة لبلد كبير وعريك مثل الهند وما عنده تاريخ واضح واظن ان هذا قدمتها طبيعة الهديان الهندية التي شكلت الثقافة الهندية والحقيقة ان الثقافة في الهند هي التي تحولت الى دين يعني بعض الدارسين يقول ان الهندوسية كانت عبارة عن تقاليد ادخلها المحتلون الاريون كديما وحولوها الى ديانة علشان يحافظوا على امتيازاتهم كانت تكسيم العنصري الحاد داخل المجتمع الهندي هو المسمار المسموم الذي عطل قدرة الهند على النمو الى مستوى الامبراطورية مستوى الدولة الامبراطورية المسمار العنصرية والفرز الطبقي اضعف المجتمع الهندي امام الغزاه طوال الوقت وجعلهم مستسلمين لكل غازي وعندما يحكم الاجنبي لا يمكن ان يهتم بتاريخ البلد الذي غزاه تماما كما حدث مع العثمانين في البلاد العربية كما كانوا يفعلون في حكمهم في فترة حكمهم صحيح ان العثمانين قدموا بعض الاعمال الجليلة لكنهم اضعفوا الحياة العقلية العربية بتهميشهم للغة العربية والثقافة العربية من ثم وهكذا عندما حكم الاريون الهند استبعدوا ثقافة الاهل الاصليين واستعبدوه من ثم وعندما حكم المسلمون الهند لم يهتموا بتاريخ الهند الخاص كما ان الديانة الهندوسية نفسها قد محكت العقل الهندي محكت وافسدت التمام عندما حولت هذا العقل الى عقل خرافي اسطوري يسبح في الاوهام ولا يعيش في الواقع وهذا سبب يكفي تدمير اي امة واضعافها واهم من ذلك كما قلت عندما كسمت هذه الثقافة الديانة الهندية عندما كسمت المجتمع الى طبقات طبقة مترفة جدا يشيع فيها الفساد والضعف هذه ما لهاش علاقة بالحروب لا تستطيع ان تواجه غازي شاع فيها الضعف وفي طبقة اخرى بجانبها هي طبقة المحاربين ايضا شاع فيها الضعف والفساد لانها كانت من مثل طبقة البرهمة معها بعض الامتيازات وفي طبقة دنيا منبوذة تعاني من الصخط الشديد تجاه وضعها وغير مؤهلة لأعمال البناء البناء الحضاري وحماية المجتمع والدخول في حروب مع الغزاة مش مؤهلة هناك طبقة وسطى من المزارعين والتجار تحمل عب يعني وحدها تحمل أعباء الطبقات الثلاث غير الصالحة لتنظر بأعمال البناء الحضاري في تفقق داخل المجتمع هذا سبب هكذا تسببت الديانة الهندوسية في نكبة المجتمع الهندي طوال التاريخ العنصرية عموما أينما دخلت أفسادة المجتمع وأضعفتها ويبدو أن هذه العلة هي أحد أسباب اللعنة التي حلت باليمن أيضا الفرز العنصري والفئوي في اليمن وإن كان باهت وبسيط يعني قياسا إلى الحالة الهندية إلا أنه مؤثر في حركة النوض الاجتماعي وهذه التقاليد تعمل في المجتمعات مثل ما تفعل الفيروسات في الجسم الحي تضعف جهاز المناعة تجاه العدو الخارجي وتعرضه من ثم للهيمنة الأجنبية وهذا الأمر يعرفه علماء الاجتماع بشكل جيد وواضح يعني ربما لا يعرفه الناس ربما لا يلحظ عامة الناس مخاطر التكسيم الفئوي والعنصري على المجتمع وعلى الدولة وعلى البناء الحضاري لكن العلماء يعرفون ذلك بشكل جيد هناك نقطة يعني نقاط تشابه عديدة ذات دلالة بين اليمن وبين الهند يعني غير التسعة شريحة الفقراء وتخلف قطاع واسع من المجتمع غير هذه النقطة في مقدمة هذه الدقاط كما قلت تكاليد الفرز الفئة والعنصري داخل المجتمع تكسيم المجتمع إلى فئات متفاوتة الكيمة والمقام نقطة ثانية هي غياب التاريخ غياب التاريخ الواضح للمجتمعين والدولتين في العصور الكديمة والوسطى على الأقل يعني نحن في اليمن ليس لدينا تاريخ واضح موثق للحضارة اليمنية الكديمة على غرار الحضارة البصرية كما قلت إلا تاريخ بسيط من النقوش التي لدينا لا يوجد تاريخ شامل واضح حتى في العهد الإسلامي العهد الوسيط والحديث الموجود من هذا التاريخ اليمني شحيح لا يروي الضمع هذه نقطة تشابه ثانيا بين اليمن والهند النقطة الثالثة هي مشكلة الانفصال التي عانى منها البلدان وكان وراءها فاعل واحد في البلدين هو الاحتلال البريطاني الهند انفصلت في العصر الحديث اليمن انفصلت في العصر الحديث ليه؟ بعامل واحد هو العامل البريطاني طبعا هناك نقطة تشابه ثالثة هي تجربة ديمقراطية في اليمن والهند التجربة في البلدين الديمقراطية مشروع كبير في البلدين لكن مع فارق الدرجة وهذه هي النقطة التي أود التوقف عندها قليلا نقطة التجربة الديمقراطية هذه هي النقطة التي أود التوقف عندها قليلا هي نقطة الديمقراطية لأني أعتقد أن مصير العالم متوقف على مصير الديمقراطية في الفترة الكادمة أشعر بالكلك على مصير المجتمعات بسبب حالة الردة الدولية الشاملة عن الديمقراطية بعد أن توقف الغرب عن الترويج للإيدولوجيا الديمقراطية وتحول للحديث عن مكافعة الإرهاب الإسلامي وتراجعت في هذه الحالة تراجعت الديمقراطية في العالم أو تراجعت في العالم مستويات المقرطة كما يقولون قبل يومين على سبيل المثال كان هناك نقاش في البرلمان الروسي عن الصيغة القانونية المناسبة التي تسمح للرئيس بوتين في البقاء في الرئاسة الروسية يعني إلى عام 2036 في أمريكا نفسها هناك تحذيرات من سيناتورات وفلاسفة ومفكرين من خطر التيار الشعبوي الأمريكي وتيار المحافظين الإنجليين على الديمقراطية والتحذير من أن مستويات الديمقراطية في أمريكا كدت تراجعة وإذا أخذنا بالاعتبار أن الديمقراطية الليبرالية تقوم أساسا على قاعدة حقوق الإنسان أم كاننا الكون أن الديمقراطية تتراجع حتى في أوروبا حقوق الإنسان لا يوجد على الأكل لا يوجد تبشير بالديمقراطية في الخارج هذا تراجع أما في العالم العربي فقد تكفلت الثورة البضادة لثورات الشعوب العربية بإرجاع الوطن العربي إلى عصر ما قبل الديمقراطية على الأكل في الهند وفي مصر في اليمن وفي مصر نحن في اليمن مثلا كنا قد قطعنا شوطا لا بأس به في تمارين الديمقراطية خلينا نسميها تمارين نسميها تمارين لأنها لم تكن الديمقراطية حقيقية لكنها كانت بروفات أو تمارين مهمة عودت الناس على تكبل فكرة التداول السلمي للسلطة وكبول الآخر والنقد السياسي وهذا أنه طيب لو لا أن وحش التاريخ الكبيح كتخرج من كهفه المظلم وهجم علينا وحول التجربة إلى أشلاء مصير المسلمين في الهند أيضا مرتبط بمصير الديمقراطية فيها ومصير المسلمين في الهند علاقة أيضا بمصير الباكستان وفي علاقة يعني الناس متداخلين حتى على مستوى العرب يعني حنتأثر يعني حنتأثر بما يجري للناس في الهند أو في باكستان المؤشرات هناك لا تبشر بخير إذا استمر حزب المتطرفين الهندوس يحكم الهند قد تتراجع مستويات الديمقراطية هناك وتدخل الهند في الثقب الأسود كما دخلنا نحن لذلك أقول إن الديمقراطية هي المهد المنتظر للشعوب هي الأيدولوجيا التي ينبغي أن يقاتل الناس من أجلها أن يقاتلوا عليها بدون أي تردد يعني الكتال في سبيل الديمقراطية هو الكتال في سبيل الله وهو أرقى أنواع الكتال ولو فيه تطرف هو أرقى أنواع التطرف لأنه كما قلت الديمقراطية هي حقوق الإنسان وحقوق الإنسان هي سبيل الله كما نستقرأ في القرآن الكريم يعني ليس هناك سبيل لله في القرآن إلا سبيل الدفاع عن الحقوق والحريات الإنسانية في هذه الفقرة الأخيرة من الحلقة أحببت أن أتحدث عن جانب في العلاقة بين الهند والهند الإسلامية وبين العرب المسلمين هذا الجانب لا يعطى حقه من الاهتمام عند العرب هو مساهمة الإسلام الهندي في إثراء الحياة الفكرية العلمية والعربية هذه النقطة كنا نريد أن نتكلم فيها في بداية الحلقة لكن لا بأس ما تفتناش يعني هناك عدد كبير من علماء الهند وأدباء الهند كان لهم إسهامهم إسهام قيم في الحياة الفكرية والعقلية العربية وقد أنجبت الهند نخبة من ألمع المفكرين والعلماء والأدباء المسلمين نخبة لا تكاد تجد من العرب من يوازيها في إنتاجها وفي ألمعيتها يعني مثلاً واحد مثل الأديب الفيلسوف الهندي محمد إكبال قام لا توازيها قام لدى العرب لهو صعب كتاب تجديد التفكير الديني في الإسلام كتاب عظيم هذا من يطالع هذا الكتاب يشعر أنه أمام كامة فلسفية لا نظير لا في تاريخنا الإسلام الحديث من حيث غزارت المعرفة من حيث غزارت المعرفة وعمق الرؤية وكثافة العبارة ودقتها أما إذا طبعاً هذا إذا استثنينا العقاد مثلاً العقاد له نفسه لكن العقاد ليس بكثافة وعمق إكبال إلا أنه إكبال في هذا الكتاب ترك بصمة لم يتركها العقاد في كتاب واحد متفرد يعني ما فيش كتاب متفرد للعقاد يوازي هذا الكتاب تجديد التفكير الديني العقاد قام علمية هائلة لكن موزعة على كتب يعني لو كان هناك جائزة عالمية للفكر الإسلامي في اعتقادي أنا كان مفروض تروح لهذا الكتاب بلا منازع هناك أيضاً عالم آخر عبقري ومغمور لا يعرفه كثير من الناس كثير من المثقفين العرب لا يعرفونه هو رحمة الله الهندي صاحب كتاب إظهار الحق هذا هو أهم وأشمل وأخطر كتاب في نقض الكتاب المقدس عند المسيحية اليهودية ومجموعة أجزاء هذا الكتاب يعد المرجع الأساس والأول لكل من يرغب في دراسة الكتاب المقدس دراسة نقدية تورا والأناجيل يعني الكتاب كبير مكون من عدد من الأجزاء كما قلت هذا الكتاب كشف عن عقل علمي كبير كان مغموراً في الهند لو لا حصلت ظروف أظهرته يعني القساوسة الإنجليز في الهند استفزوه بنشاطهم والتبشير بين المسلمين في الهند فطلب مناظرتهم لكي يوكف حد يضع حداً لانتشار التبشير بالمسيحية في الهند طلب المناظرة مع القسف فندر أظن أنا قرأته هذا الكتاب في عام يعني 1995 1995 طلب المناظرة مع القسف فندر إذا لم تخن الذاكرة وأجهز عليه ثم ألف هذا الكتاب لكي يكون مرجع للمسلمين في الهند وغير الهند وهو الذي تأثر به أحمد ديدات المناظرة الشعير في الكتاب المقدس أحمد ديدات تأثر به بهذا الكتاب في البداية أولاً وهناك أيضاً علامة آخر هندي كبير هو العلامة الهندي وحيد الدين خان عليه بعض الملاحظات لكن هذا الرجل في كتابه الإسلام يتحدى كتاب آخر الإسلام في مواجهة العلم أيضاً كان عبقرياً يعني لا نظير لهذا الكتاب لهذه الكتب في مواجهة الفكرة الإلحادي هذا يعد الإسلام يتحدى يعد أشهر كتاب في مجال الدفاع عن الإسلام في مواجهة الإلحادي الحديث لاحظوا أن الكتب التي نذكرها الآن كلها هي أشهر كتب في مجالها لعلماء هنود تجديد التفكير الديني ما ليس مثيل في تاريخنا الحديث إظهار الحق كتاب آخر ليس له مثيل في مجاله كتاب الإسلام يتحدى ليس له نظير في مجاله وهناك أيضا كتابه الآخر كما قلت الدين في مواجهة العلم الذي ينقض فيه منهج الفيلسوف البريطاني براتراند راسل منهج الإلحادي وهناك أيضا عالم رابع أو خامس هو العلماء أبو الكلام آزاد هذا أحد مؤسسي الهند الحديثة أو حزبة المؤتمر الهندي اللي مسك الهند بعد البريطانيين بعد الاحتلال المريطاني وهو كان مؤسس وزارة التعليم في الهند أبو التعليم في الهند المستقلة وهو أيضا لمن يعرف من المهتمين بتفسير القرآن هو صاحب التحقيق التاريخي الشهير لقصة ذي القرنين ويا أجوج وما أجوج هو حقق هذه المسألة وقال أن ذي القرنين هو الحاكم الفارسي كورش وغزا الصين ومنغوليا وجاب أدلة موضوعية ممتازة جدا على هذه هو الوحيد الذي حقق هذه القصة تحقيق علمي ومن مشاهير علماء الهند أيضا المعروفين لدى العرب واحد اسمه أبو الحسن الندوي مشهور هذا عند الإسلاميين الذي شارك هو وحيد الدين خان شارك في تأليف كتاب مهم للغاية اسمه التفسير السياسي للدين ورفض تفسير السياسي للإسلام يعني رفض نظرية الإخوان المسلمين في تفسير الإسلام تفسيرا سياسيا وهو علامة كبيرة والإخوان يحترمونه يعني وأنا في اعتقادي هذه الفكرة فكرة رفض التفسير السياسي للإسلام هي أحد أهم الأفكار الإسلامية في العصر الحديث أنا أرى هكذلك عموما هناك واحد سادس أو سابع من علماء الهند مشهور هو صفير الرحمن المبارك فوري اللي هو صاحب الرحيق المختوم في السيرة لكن هذا ليس مهما كثيرا إنما هذا يمكن أشهر كتاب في السيرة وهناك أيضا شخص آخر سابع أو ثامن هو الفقيه الأصولي شاه ولي الدهلوي اللي هو صاحب الكتاب الأصولي الشهير حجة الله البالغة أكثر الأصوليين يرجعون إليه هناك أيضا وأخيرا خلينا نختم بهذا عشان ما نسترسلش العلامة أبو الأعلى المودودي وهذا للأسف هو صاحب التفسير السياسي للإسلام وهو الذي ترك أثرا واسعا في الحركة الإسلامية المعاصرة هو الذي أثر في سيد قطب تأثير كبير وأسهم في نشر أفكار السيد قطب وأسهم في نشر أفكار أبو الأعلى المودودي وسع الأفكار هذه ونشرها في كتابه في مختلف كتبين الأخيرة معالم في الطريق وما بعدها سيد قطب كان هو النسخة العربية من أبو الأعلى المودودي وحيد الدين خان وأبو الحسن الندوي ألفوا كتابهم التفسير السياسي للإسلام ردا على أبي الأعلى المودودي يعني في النهاية هي قامات كلها قامات كبيرة علمية كبيرة لكنها اختلفت وحقها تختلف القائمة طويلة لأسماء علماء وأدباء هنود مسلمين أثروا في حياتنا العقلية لا يعلموا إلا المختصون من أهل المعرفة أو كل من المختصين وهذا يكشف عن الفجوة في وحدة التاريخ الإسلامي ما عندنا تاريخ إسلامي موحد إذا كرانا تاريخ إسلامي يمكن بنوصل للعراق والتركيا ونتوقف وهناك أيضا غياب المفهوم الانتماء الحضاري عند الأكثرية العربية المسلمين هم فقط ذول المسلمين اللي في المنطقة عندنا الحلقة تهت نرجو أن نلقاكم في الأسبوع القادم في أمان الله ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة